مرحبا بكم متابعي الأعزاء بداية لا تنسوا الاعجاب فهذا يساعدنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله تعالى نتكلم اليوم عن مشكلة تغيير الريش أو ما يعرف بعملية القلش القلش يعني معناه سقوط الريش القديم وخروج ريش جديد طبعا هذه المرحلة مرحلة صعبة جدا وبعض الطيور وبعض العصافير تتعرض لعملية قلش تكون صعبة وتكون شديدة وبعض الطيور الأخرى يكون تغيير الريش بالنسبة لها يعني مسألة ربما يعني لا تلاحظها يعني بعض الريش يعني لا يسقط الريش بأكمله لكن هناك بعض البابغوات الريش يسقط كله بالكلية وقد يسقط الذيل بأكمله هذه مرحلة طبيعية وتحدث غالبا في فصل الصيف يعني من شهر سبعة أو من شهر وقد تستمر شهرين كاملين لكن في هذه المرحلة يجب عليك أن تعرف جيدا أن الطائر يكون في حالة مزاجية صعبة جدا وعليك في هذه الفترة فترة تغيير الريش وتساقط الريش عليك أن تقوم بأمور ولن يجب عليك الاهتمام بالتغزية وعدم تجويع الطائر وأن تضع أمام الطائر البلكم والفلارس لبا السوري كما يجب عليك أن تضع للطائر القمحة اللين وكذلك البيض وكذلك الخضروات وكذلك الفواكه بجميع أنواعها ويجب عليك في هذه الفترة تعريض الطائر لأشعة الشمس أو إضافة فيتامين دال في الماء يعني نقطتين في المسقى لا تكثر من وضع الفيتامين أما إذا وضعت الطيور في أشعة الشمس فترة بسيطة يعني كحد أقصى خمس دقائق وتكون في فترة الصباح الباكر أو في فترة الغروب حتى يستفيد الطائر من هذه الأشعة كما أنه ينبغي عليك أن تضع طبق الاستحمام لأن الاستحمام يساعد الطائر في التخلص من الريش القديم حظر في فترة تغيير الريش فإن الطائر يكون ضعيفا وتكون مناعته ضعيفة إن وضع البياضة وتفريخ الطائر ووضع البيضة في مرحلة تغيير الريش لهو أمر خطير على صحة الطائر لذا يجب عليك أن ترفع البياضة وأن لا تجعل الطائر أبدا يقوم بالتفريخ ووضع البيض في أثناء تغيير الريش فإن ذلك خطر خطير على صحة الطائر فإن الطائر في هذا يكون ضعيفا جدا لأن جسمه يحتاج إلى جميع العناصر لأن خروج الريش يحتاج إلى عناصر كثيرة فكيف تجمع له بين خروج الريش وبين وضع البيض فهذا إرهاق شديد وهذا ربما يؤدي إلى موت الطائر واحضر أخي الكريم في هذه المرحلة ويجب عليك أن تهتم بالنظافة جيدا فإن الطائر في هذه المرحلة تكون مناعته ضعيفة فهو يحتاج إلى كافة العناصر لخروج الريش الجديد وسقوط الريش القديم وفي نهاية هذا الفيديو لا تنسوا الأعجاب لنستمر بنشر المزيد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته